اشتركوا في القناة يفكرني بيك الغير كل ما بادر يوم انساك برجع دور واستناك حابب تعابي لانو اشارك رديا بغلبي انو معاك كل ما بادر يوم انساك برجع دور واستناك حابب تعابي لانو اشارك رديا بغلبي انو معاك لانك حبيبتي وحلم اللغا قلبي بهرفضي وبطلع عذاب وكل اللغا يبتملي بانساك ودايما يفكرني بيك الغياب لانك حبيب وحلم اللغا قلبي بيرفضي وبطلعذاب وكل اللغا يبتملي بانساك ودايما يفكرني بيك الغياب بشوفك معايا ولو مش معايا وادور وادور وعمري يفوت تاعبنا ولا مرة قلنا كفاية ولا حتى يقدر يفرقنا موت ولا حتى يقدر يفرقنا موت بشوفك بشوفك معايا ولو مش معايا وادور وادور وعمري يفوت تاعبنا ولا مرة قلنا كفاية ولا حتى يقدر يفرقنا موت ولا حتى يقدر بشوفك معايا ولو مش معايا وادور وادور وعمري يفوت تاعبنا ولا مرة قلنا كفاية ولا حتى يقدر يفرقنا موت كل ما بقدر يومن ساك برق عدور واستمع حابب تعلي انه عشانك رضي أبو قلبي انه معاك اشتركوا في القناة على فكرة اللي بيني وبين الليلة كان مشروع جواز مش مشروع شغل وليه ما تمش ما اتفقناش مع بعض ما اتفقتوش مع بعض ولا ما عرفتش تتحك عليها زي ما اتحكت علي ولي ما عرفتش احباها زي محبيتك انت بالذات مستحيل اكدب عليك واكيد مش هتحاسبيني على علاقة كتف الماضي هي الليلة دي بالذات بقى ان انا مش مستريحة له بجد ما بايتش عارف اقلق منها عليك ولا على ابراهيم ابراهيم يصير ويعرف حقيقتها مهما عايزي كنت اديهاش فرصة توقع بيني وبين ابراهيم تهقلي طلب صعب شوي في طلب اصعب منه ليه؟ شريف ابن فاهمي تقدم عشان يتجاوز ايمان تب مبروك؟ تفرحيش قوي كده لان فاهمي رافض ليه؟ بسبب الظروف اللي مرت بيها ايمان انا جيت على نفسي وروحت قابلته وترجيته ان يراجع نفسه وموقفش طريق الولد والبنت لكن لو روحت انت قابلتيه اكيد هيخدمها اكتر متحت انت عايزي انا اللي اروحي تفهمنيش غلط مجرد انك تروحي تخليه راجع نفسه تاني بس وبعد كده انا هبقى شوف طريقة يخليها بايد عنك من غير ما يحس انك بقيت عنه عشان قطري انا عارف ان الطلب غلس بس عارف كمان انك هتعمليه عشان بتحبيني وعشان قطر ايمان حاضر يا متحت اهلا الله خير خير ان شاء الله احنا صحيح اتطلقنا بس اعتقد ان فيه بيننا اولاد ويهمنا قوي مصالحهم الكلمتين ان حلوين دور اكيد وراه مصلحة شخصية لك انت لا يا سيدة طم انا خلاص بطلت افكر في نفسي انا جايلك النهاردة يفاهمي علشان خاطر شريف ابنك مال شريف اعزاك توافق على اخطوبته من ايمان ابو قال انك انت موافق وانا مستطعتوش مقدرسش ارفض حستني دي الفرصة الوحيدة علشان مخسرش ابني وخصوصا بعد ما حست انا قد ايه محتاجاله انت كمان محتاج الفرصة دي طول عمرك كنت مشغول عنه بتحب اخته مهتم بيها اكتر منه يا ما رفضت له حاجات كتيرة جدا واثرت في نفسيته يمكن لو وفقت على اخطوبته من ايمان يغفرلك كل اللي فت بس مش هيقدر علي جايه شريف ما بقاش راجل اللي اعتمد عليه الا لم عارف ايمان البنت دي حقيقي غيرته كتير واحنا كمان محتاجين نتغير معايا وهو بقى اللي قالك روح البابا وزن عليك ابدا والله انا جايه لك من وراه من كتر ما هو صعبان علي وخصوصا بعد ما ابوها رفض ان هو يستقبلنا وانت مش معانا صباح الخير صباح النور وفاء قبل ما تبدأ شغل انا كنت عايزك في موضوع مهم بتفضل انا عرفت خالد اخوك المستخب فين فين عنده واحد صاحبه اسمه وهاب من شلة النص يا ياه ده اللي احنا كنا خايفين منه انا عادت معاه والله وحاولت اقنعه ان هو يروح البيت بس هو مش عايز خالص قلت البابا انا مستني هو لما يجي وهحكيله ونشوف هنعمل ايه تعبينك معانا ولا تعب ولا حاجه لانا كان نفسي يكون في ايدي حاجة اعملها فعلا ازاك يا جميلة السلام عليكم وعليكم السلام وحشتيني وانت اكتر ازاك يا استاذ حسيني ازاك يا جميلة وحشتيني الحمدالله تمام هو انا بصراحة جاي اصدق في خدم ايه يا ريت ايه يعني ااsigh يا رد تقولي اياه كنت عايزة بص شهادة بالفتر اللي اشتغلت فيها هنا يبقى انتي لقيت شغل تاني صح? اشتغل في قرية فالغرداء الغرداء؟ بعيد قوي يا جميلة معلش يا وفاقم انا لازم ابعد اليومين دول هاياىو استاذ حسيني اه خ weave يا tremendous وحشتني او يا فاق انت اكتر يا حببتي طبعا مرضيتش تجيني البيت علشان مراتك ما تقفشكش زي ما اقفشتك المرة اللي فاتت لما لسانك يا عصام يا عمي عاديا ما مراتك تقفشك قملتك جوستان ايه يا ابنا خافة لجميلة مش عاز اعمل له مشكلة جديدة خصوصا بعد الكلام اللي قالتولها انه اخ المرة ده انا بصراحة لو ما كان مراتك كنت قلت اكتر من كده بكتير متلمل سانك يا بغل انت دينيس كنت هول حتى ما تخلص كلامك ايه عايز اعرف منك جميلة نوي علي انا انا ايش عرفنا اصام مطساش علي وحسك عينك تجيب لها شقة تانية ولو صممت لازم تقولي على العنوان الشقة الجديدة فاهم لا تانية ولا تالتة جميلة مسافرة وسايبة البلد كلها نعم يعني ايه هتسافر للغرداء تشتغل شي في القلاس يا حقي مين اللي جاب لها الشغل ده سمحني يا رب الحاج ابراهيم مجور بيه صاحب الحاج الوالد ويهتعرفوا منين قابلته في النادي مع ليلى هانم مين اللي هانم دي ليلى هانم صاحبة القرية واخت الاستاذ ماجد ولا كل ما اسألك سؤالك طلع لي اسم جديد استاذ ماجد ده اللي قريب قوي هيبقى جوز اخت حضرتك اخت مين فيهم دينا طبعا نعم التخريف ده مش تخريف ولا حاجة انت اصلك بقلك فترة بعيدة عن البيت ولو سألت دينا مش هتنكر وانت هتسبها كده تتخطب الواحد تاني غيرك اصلا يا سيدي خاتم سليمان اللي حقالها حلمها وهي خليها تهاجر مع امريكا عايز تفاهمني ان الدينة لدست على الزرار كده شلتك من حساباتها وحطت مكانك واحد تاني بتحاول تقنع نفسها اني بتعمل ده عشان مصلحتي علشان بباك مرفدنيش من الشركة طب ما انت ابني اترافت خلاص انت ابتقول لنا قولها هي عملا ايه مع ادم الحمد لله شكلك مش مبسوطة ما تشغلش بالك بايا يا بابي انا هعرف ما الوقت الزدي خلي ادم بتاعي لوحدي قولي صحيح عملت ايه في موضوع شريف وايمان انت كمان عرفتي هو انا عرفة من زمان يعني بس ما تخيلتش ان شريف يتسرع ويبقى عايز يتقدم لها بسرعة كده انا عرف ان الموضوع ده ممكن يسبب لك حرج مع ادم وعلته بس انا بصراحة مش قادر اوافع الجوازة دي وانا يا بابي مش عايزك اصلا توافق على الجوازة دي هي ايمان بنت كويسة قوي وشريف بيحبها بس ده مش كفاية ان هما يرتبطوا ويتجاوزوا في الظروف دي يا ظهر ما فيش غر انا وانت اللي بقول الكلام ده ما هو ما فيش غر انا وانت اللي ممكن ناخد القرار ده خايف اخوكي يتجنن ويروح يخطابها من وراي حتى لو شريف اتجنن اكيد يعني انكل متحط مش هيتجنن ويخسرك ويخسر شغله معيك انا مشكلتي انه حناكي ايوا يا بابي بس اكيد يعني شريف ابنك اهم منه بكتير مش كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شورك رجالة. يلا بي. انا هستنكي في التاكس تحت يا جميلة. استنى في شائطك مش في التاكسي. هيا بس التاكس ويا فو العدد. عصام. ماشي. اتفعل انت. كنت فاكرة هتقدار تسافرين مورايا. انا هسافر فعلا. حتى لو سافرتي. مش هتعرف تهرب مني. هتلاقاني معاك في كل مكان يا جميلة. وانت كمان. هتبضلي معايا هنا حتى وانت بعيد عني. في الاول بس. اكيد مع الوقت هنتعود وكل واحد هينشغل بحياته. تفتكري هنعرف ننسى بعض. كان حاصر طول التمنتاشر سنة اللي ما شفتناش بعد فيه. قلتلك قبل كده حاول تعتبر ان احنا في التمنتاشر سنة دول. مش قادر. والله العظيم مقادر. ولا انت كمان هتقدر يا جميلة. بلاش تسافر يا جميلة. انت بينش لوحدي. بحبتل جنبك لقات لما تاخدك توسك من عمك. وهيشوف لك شو قدامة جديدة. وهتكمل تعليمك. وان شاء الله هناك طريقة نبضل فيها جنب بعض. طيب ما فات الوقت على كل الكلام ده. لسه الوقت ما فاتش. الوقت احنا اللي بنكسبه او بنطيعه. انا ضعم اني كل حاجة. ما فاضليش غير السفرية دي. اللي انت واقف دلوقتي تحوشني عنها. يمكن نشوف بعض تاني. ويمكن لا. بس لو لسه لقي خاطر عندك. سبنا الحلقة وبيس اللي هسافر بي. مفتاح شقة مع سوم. ومخطي لي افلا. موسيقى. 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 لماذا انك قابلتي ليلة هنا؟ قابلتها صدفة في الباركينج لو كنت عارفة ان هي هتجري تقولك تو انت عارفة ان كلامك لي هستفزها؟ كان لازم بس بتلاقي ان انا مش خايفة منها ومش هبوس ايديها يعني عشان توفق علي هي سفرة الغرداء مش هترجع قبل ما انا سافر امريكا واللهي دي بتتلكت بقى كده يبدأ امر واقع لكنها بنتقول لي لو عايز دينا روح اتلوبها لوحدك لو انت كان لسه عندك امل ان هي تجي معك؟ انا مش عارفة عمل ايدينا تجمد قلبك وتيجي تخطبني من بابايا قبل ما تسافر غير كده المشورده كله هيبقى بخ وده اخر كلام عندي كنت عندها؟ بتودعها قبل ما تسافر؟ انت بتلعبيني؟ بس اتصلت بعسطام قال لي انها هتسافر فقلت بقى انت اكيد روح تتودعها ومين عارف؟ يمكن فضلت تتحيل عليها كمان عشان ما تسافرش وتسيبك طبعا انت اتصلت بابراهم جاول من ورايا وخليتيه سافر على الجردقة ياريد ده انا كنت فرحت بنفسي قوي والله هي اللي صفرت من نفسها يمكن ضمرها وصحي فجأة شكلها كده خافت تخرب علينا كان نفسي نتكلم في موضوع اهم من ده انا عارفة ان بابي لسه رافت خطوبة شريف و ايماني بس اتطمت هو ما بيرفض ليش طلب وانا بقى هفضل ورار حد ما يوافل حتى لو عملتي كده هتبقى عملتي عشان قطر اكوكي قبل اختي انا هعمل كده عشانك قبلهم هم الاثنين عشان انا عارفة انت بتحب ايمان قدي وعارفة انها مش هتلاقي حد يحبها ولا ياخد باله منها اكتر من شريف انا بتعيلهم بقى يتخطبوا ويتجوزوا وانشاء الله ربنا يسفيها على قدي وبتعيلنا احنا كمان عشان ربنا يقربنا من بعض اكتر واجبلك البيبي اللي هيبقى نصه مني ونصه منك موسيقى 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 واضح انك بتحبيه قوي انتي كمان على قد ما هتحبيه هيحبك وعلى قد ما هتدي شغلك هتخدي انا بقاش عندي في حياتي غير شغل جميلة انا حاسة انتي جاية هربانة من حاجة ممكن نتصحب وتحكيلي وممكن ما تحكيليش بس المهم ما تخليش المشاكل تاخدك من شغلك وتركيزك مطي ليش انا متعودة على الموضوع ده من زمان انا ما وفقتش اشغالك معي عشان طبيخك الحلم ولا عشان شهادت الخبرة اللي جبتها لي ولا عشان ابراهيم وصني عليك امال عشان ايه عشان شفت نفسي فيك لا اب ولا ام ومع ذلك تحددت كل العالم وحققات حلم اللي انت شايفاني خلاص هعتبروا حلمي انا كمان هو ليه ده المكان الوحيد اللي مقفول هنا المطعم ده انا بنته على البحر عشان يبقى مطعم سمك بس المطعم الرئيسي خد كل وقتي ومجهودي وفلوسي بس الخصارة مكان حلو على البحر كده يفضل مقفول عشان كده انا عرضاه للإيجار طيب احنا ممكن نشغله بنفسنا ما عنديش استاف كفاية عموما انا مش هقجره غير شركة كبيرة او حد اسق فيه يا ريت مطعم حلو زي ده على البحر يستهل فعلا انه ينجح طيب يا جميلة يلا نكمل شغله انا بصراحة مش جاي المرة ده اشتري اصلي بنت حضرتك قلت انا ما عنديش بقيت لا قصدي يعني الانيسة اللي كانت وقفة مكان حضرتك بتبيع المرة اللي فاتت بنت جوزي الله يرحمه اه اصلاها قالتلي انكم بتدوروا على حد يشتغل ديليفري بدل الكابتن اللي دخل الجيش انا ما عنديش منق ان انا اشتغل بدلو بتدرس ولا خلصت فاضلي سنتين في معهد فني ومعنديش جيش الحمد لله بس ابويا مديرك مطعم كبير اوي ساكن هنا؟ ايوه بس انا ما شوفتكش غير قريب لا ما انا اصلا من اسكندرية بس ما سكنتش هنا غير قريب هتشتغل معنا في الاجازة بس ولا هتكمل معنا؟ والله لو استريحنا البعض نكمل ما فاش اي مشكلة يعني طيب اعمل لي فيش في الاسم وجبهني مع صورة البطاقة حاضر بس انا ما اتفقناش ع المرتاب يبقى كام لما تجيب لي ورقة كنا بقى نتفاه ماشي هعملك الفيش ورجعلك توكلنا علي بقى كنة ازايك الحمدولله انا حلصت مذاكرا وجايزت عن مكانك الولد ده جاي يشتغل ديليفري حد شغاليه؟ هشغاله طبعاً هو وإحنا لقين حد غيره أنا دخل غير ما بقولش بنفس غير معاك أنت طب ومعنوها؟ هي فنوها من ساعة ما اتجاوزت وهنا ثاني وقاعد طول الوقت الوحدي زي ما كنت أتجمت على كبر هي نوها تجاوزت بس شريف لسا موجود شريف موجود مع أمه ساعة ما راح قاعد هناك ما بيتش أشوفه إلا وليل متخايف بقى شريف يجاوز اللي حسنين تشغل عنك أكتر من جدا؟ بالعكس أنا عايش شريف يجاوز بس تكون حروسة كويسة أصدك مش إيمين بنت متحط منصور ما عرفت منين؟ كان متحط بيك أنا جاب لي سيرة في نص الكلام أنا حتى نفسي مكانك أنا أكيد كنت هتردد ألف مرة قبل ما وافق على جوازة زيتي مش كده ولا إيه؟ بس أنت يا ما اشتكتلي من أن أنت مش عارف تكسب شريف يمكن لما توافق على الجوازة دي تعرف تكون أصحاب أنا مستعدة فعليتنا من أصحاب يدو إيه اللي التمن ده؟ وإزا كان هو مش عايز زل التمن ده ومين عارف؟ يمكن ربنا يديره على قد دنيته ويشفي إيمان مخصوص علشان خطره بقى أنا طلب تعبلك عشان أطلبك من يا حوكي تيجي أنت تكلمين عن جوازي ابني لما نخلص من موضوع إيمان وشريفنا بنتكلم في موضوعنا ياريت ونبقى معا عشان أنا محتاجك قوي اليومين الجايين دول أوعدك أني مش هسيبك ولا لحظة في ترتيبات الخطوب خطوبتنا؟ لا، خطوبة إيمان وشريف ههههههههههههههه قل لي مبروك يا معلم السيدة قبلت إنة أنا أشتغل في الارزخانة هجيبي فيش وأستلم الشوق لوقتي بص بقى ليلة صباحي أنت تخضر الشيشة وأنا سيح الحشيشين أبوك هنا طيب أصفكم مع بعض الشوي يمكن تحبوا تتخنقوا ايه يمكن تحبوا تتكلموا ولا حاجة يا خالد خلاص ما بيتش محتاج ترجع البيت تاني مش انتولي طلط توني طلط تردت نفسك يا ابني لما ايدك انبادت على عمك ما بيتش هادر تقود تانيك فانيك تفاكر ان موعدك ان هو الحل تفتكر صاحبك المسطول ده هيفضل تفتح لك بيت ولا يدمت همك عندها استعداد انها تسمحك بس يتيجي معايا وتبوس على قدية وتبطل تصرمح وتسيبك مش اللي البايزة دي دول صحابي مش هادر استغنعاني ستة ده استغنعاني احنا مش كده و هاد تكون فاكر ان احنا ممكن نسيبك تسرق فلوسنا وتصرفها على اصحابك ولا عشيش اللي حتصار جنبها لغاية الصبية هو هيجي في زينك ولو اللي لاحظها واحدة لانا جاي هنا عشان احيلك انك تركع لا انا جاي اقولك شروطنا عشان نقبل بركوعك اول حاجة تاخد بالك من نفسك وتلم نفسك وتعتم بدروسك منعرف يمكن تلحق تعوضك كم سنة اللي انت سطور تاني حاجة تصحب علمة ربية هو ما تصحبش منها اصل و ايه المشكلة تالت حاجة تبطل المخدرات ولا وزمة وابل كل ده تستسمح عمك واختك لغاية ما يرضوا عنك انا خلاص قلت كل اللي عندي قلت لك شروطي عشان ترجع فكر يستهد دامك فرصة انك ترجع من نفسك قبل ما صاحبك يفرضك من بيته ساعدها با مش حتينا مستنينك فكر يا خلت فكر يا ابني اشترك الان اشترك الان wirtschaft اشترك الان واحد سامح قالي انك عايز سيب الشركة ايه؟ مش من حقي ولا ايه؟ بتفكر تمشي بعد اللي عملته معايا؟ مفيش حيات عملت معاك غزبا عنك، كله كان بمزاجي او بس انا مش هسيبك تمشي من هنا جلد بمزاجي بربا هترفع لها ضيط حجر ولا هتحضر يا قمت لا مش عامل كله ده وهخليك تبطل طريقة بس بعد ما تتفرج هستيدي هاي دي ايه دي؟ فيها مفاجأة لما تتفرج الاول جم 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 إيه رأيك؟ الفجرة اللي لازم؟ دي أول اللي لقدناها المبعد صورتها عشان عزيزة علي قبل قلبيك نحسس انك هتقدر بايا فقلت صورة كياني عشان تشوف نفسك وتعرف ان أنا وانت مناش جار باعد يريد بقى يا حبيبي ما تلينيش هضطرة واريح لحدتين وزا صمراتك لو شفتها هتزعل قوي عارف ليه؟ عشان انت هنا مبسوط معي قوي وأنا متأكدة ان انت معها مش كده انت زفلة من أول مرة اشوفك كده تفكر سيدها دي ممكن تهدديني بيها؟ لدي أول واحد اتخذت منها ما تلعفش محدش هيشوف السيدها دي جرى نومي تبس ومرتك لو عايز طيب انا هسيبك تهنة شوية كده وبعدين ارجع لك تاني تكون فوق كرمت هني ازمك موحك 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 وموحك هتفضلي سكتة كده لغاية امد احمد لازم هيعرف انها عزق اجهادة نفسها وساعتها عزة هتعرف انك كدبتي عليها لا هو هيسمحها على عملته ولا هي هتسمحك على الكتبة اللي كتبتيها كنتي فاكرة نفسك هتحللهم كل ما شاكلهم زكا يمين زكا يمين زكا يمين ما لك يا قدم صوتك وسكوتك ده بيقول ان في حاجة جميلة سافرت وقالتلي ان احتمال ما نشوفش بعض تاني انا كنت متأكدة ان هي هتعمل كده ابوانا انت يا حبيبي دلوقتي مفضل لك شغر مراتك والبيبي اللي فبطناه مامي قالتلي انك هتتغدى معينا النهاردة هي اللي سممت اكيد عايزة تتكلم معك في موضوع عندها امل انك هتعرف تقنحة ماك يجي يخطبني لابني هي اللي قالتليك كده هي ما قالتليش حاجة وفي حد في البيت ده بيقول لي حاجة اصلا فاهميني اني مش فاهمة اللي بيحصل حواليا يا قدم انا مش هتحايل على حد يا ايمان هم اللي هيجوا لغاية هنا واتحايلوا عليك انك توافق كمان اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة